دكتور متحة الصحار استشاري الجهاز الهضمي والكبد بمستشفيات الشرطة من ضمن الفيروسات المشهورة جدا بين المرضى وعلى مستوى الأطباء أيضا فيروس بي وفيروس سي الحقيقة من المعلومات المهمة اللي لازم نعرفها أن هناك فارق بين الإصابة بفيروس سي وفيروس بي من جهة العلاج أصبح الآن متوفر علاج لفيروس سي في خلال 12 أسبوع المريض بياخد علاج يومي وبعد الـ 12 أسبوع بيتم القضاء على الفيروس تماما تماما ما فيش حاجة اسمها فيروس خامل فيروس مستخبي فيروس هيطلع تاني لا علاج كامل لمدة بياخد العلاج 12 أسبوع إذا حل الفيروس سي في الدم بعدها هو طلع سلبي وبعد 6 شهور طلع سلبي يبقى معنى كده أنه تم الشفاء التام من فيروس سي وإذا أصيب به مرة أخرى فدي بتبقى عدوة جديدة عكس فيروس بي فيروس بي لغاية الآن الأطباء ما قدروش يوصلوا لعلاج ناجح لفيروس بي هم قدروا يوصلوا لدوى يخلي فيروس بي غير متواجد في الدم إطلاقا ومن رحمة ربنا بينا أنه ده فيروس بي دايما مرتبط بمشاكله بمعنى كمية فيروس بي بالدم كتيرة مشاكله كبيرة كمية فيروس بي في الدم سفر مشاكله سفر من هنا أصبح لزام على الطبيب وعلى المريض إنهم يتأكدوا أن المريض يتناول حبة يوميا لعلاج فيروس بي وبصفة مستمرة وما فيش حاجة اسمها أنا فيروس بي بقى سلبي في الدم أنا حوقف في الدوى لا لغاية دلوقتي لسه ما فيش شيء مؤكد يحمي المريض إنه لو وقف في الدوى مش هيحصل انتكاسة فالمعلومة المهمة إذا كنت عندك فيروس بي إذا كنت بتاخد العلاج بصفة مستمرة حبة كل يوم قبل افترك الصفح أرجو أنك تستمر في هذا العلاج وما توقفوش أبدا وبالعكس كل ستة شهور اتطمن إن مازال الفيروس سلبي علشان لو طلع إيجابي طبيبك هيقدر يغير الدوى بدوى آخر لأن ذاتي بقت البدائل لأدوية فيروس بي في السوق كثيرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة